خلينا نكمل الحديث مع النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين وورشة عمل تنامي دور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال وده شيء مهم جدا والورشة دي مهمة جدا خلينا نعرف المزيد منها بساء الخير يا فندم بساء الخير على حضرتك وعلى جميع السابق مشاهدين الحقيقة أنا معجبة جدا بالورشة دي واللي هي فكرة يعني فكرة جيل زد يعني او ان احنا بنفكر لعشرين تلاتين وعشرين خمسة وتلاتين وما بعد جائحة كورونا كلمنا عنها احنا كنا في تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين قعدنا الفترة اللي فاتت الاسبوعين اللي فاتوا قبل اطلاق المنتدى النهاردة على اساس ان احنا نحن نبتدي نختار الشباب اللي يقدر يشارك في المؤتمر ويبتدي يشارك في ورشة العمل فاحنا كنا متفين مع احد الشركات اللي شغالة على اكتشاف المواهب انت بتكلمنا عن ريادة الاعمال مظبوط؟ بالزبط مظبوط عشان اقدر نختار الاعضاء في التنصيقية اللي يشاركوا في الورشة دي كان لازم نحطينا قصص عشان خاطر لما يقدر يشارك في ورشة لازم يكون مؤثر خلال الورشة لازم يكون عنده نتائج ويكون محقق اهداف مهمة جدا لا وهي ان شباب كتير بيعاني من مشكلة البطالة لما بيتخرج من الجامعة او هو في نفسه في الجامعة يشتغل ويفتح الشركة بتاعته بس للأسف بيبقى فيه بعض المعقوقات اللي بتقابله عشان خاطر يقدر يفتح الشركة المشأة بتاعته دي منها مشاكل في بعض القوانين منها اجراءات داخل القطاع الحكومي عشان يقدر يخلط الورق بتاعه فالنهاردة لما اعادنا في خلال الاشبوعين اللي فات مع كورش عمل التنسيقية قبل المؤتمر كنا مهتمين جدا ان احنا نطلع بتوصيات معينة ان التوصيات دي يتاخذ بيها من مسؤولي منتدى شباب العالم ولما جينا اعادنا النهاردة في ورشة العمل ابتدنا نسمع الدول المختلفة هم وصلوا الايه في فكر ريابة الاعمال واحنا عندنا ما شاء الله في مصر يعني نماذج مشرفة قدروا يفتحوا الشركات بتاعتهم وقدروا يوصلوا للعالمية ويفتحوا ودي حياة استاذ احمد انت بتكلمني عن فكرة start up companies اللي هي الشركات اللي هي بتبدأ يعني خلينا نعرف الناس ببساطة اللي هي لسه بتبدأ من الصفر شباب بيعملوا الافكار من الاول وده فكر موجود في العالم يمكن احنا استفادنا كمان في وقت الكورونا استفادة كبيرة جدا للstart up companies دي يعني فكلمنا عن ده قد ايه مصر قدرت تستفيد وتنقل يعني انا شايفة كمان الورش اولا واهميتها ان هي كمان قبل المنتدى فيها نوع من انواع الحماس يعني هندخل المنتدى يوم عشرة والشباب دول كمان خلاص عندهم طاقة من الحماس عايز اقول لحضرتك ان فكرة الشركات من ناشئة هي بجولة بقالها سنين بس هي اكتناها زي ما بقولك اطلعت موضع اكتر واكتر ان اي حد بدل ما يروح عشان يتوظف لأنا عايز افتح شركتي السؤال هنا وده السؤال الاهم هل هو الفكرة بتاعته دي قبل للتنفيذ ولا لأ هل الفكرة بتاعته دي محتاجة دعم ممادي قد ايه هل الاستمرارية بتاعت الشركة هتقدر تصدر نستمر من خلال فريق العمل اللي بيشتغل عليها هل متوافق مع بعضه عشان يقدروا يكمله ويعينوا موظفين اكتر ويقدروا يحققوا نتائج اكتر واكتر وارباح اكتر واكتر ده السؤال المهم اللي كنا دايما بنسأله النهاردة فرشة العمل وعلى مدار الفترة اللي فاتت كنا بنسأله شباب الجامعات لما كنا ننزل نتكلم معايا ونشوف فكرهم عن ملف فريق الأعمال في مصر عمل الزي طب انا سؤال كده احنا عندنا فضل فضل عندنا مؤسسات مجتمع مدني وده عام المؤسسات المجتمع المدني لما أطلقوا سبب الرئيسين عشرين وعشرين هو عام مؤسسات المجتمع المدني عندنا أفكار محترمة جدا مؤسسات المجتمع المدني يتشغل في ملف فريق الأعمال طيب كيف رأى الشباب اتفضل كمل النقطة الأخيرة دي مؤتة مهمة جدا ان بقت فيه غلبيت الوزارات دلوقتي بقت عندهم إدارة مهارية الأعمال طب السؤال الأهم هنا هل كل الشباب اللي موجودة في الجامعة عارفة مثلا وزارة الاتصالات بتقدمه وزارة الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي الوزارات المختلفة دي البنوك الملف كده والشركات القطاع الخاص الممثلة في المسؤولات المجتمعية فالنهاردة في ورشة العمل ابتدنا نسأل التجارب المحترمة اللي شفناها ونجحت بالفعل وحققت نجحات وأرباح كتيرة وقدرت تفتح شركات نفس الفراء بتعايتها في دول تانية لما السؤال الأسئلة دي كلهم كانوا منتفقين على حاجة واحدة ودية التوصيات اللي احنا طلعنا بيها إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالشركات المداشرة ومن أهم الأشياء اللي احنا بتطبينا نشتغل عليها وده اللي احنا نفسنا نحققها زي ما عندنا سيليكن بالي بره ما يبقاش عندنا مدينة تكنولوجية هتقدر توفر البيئة المناسبة عشان تقدر تدعم الشركات المجتمع وحلو المدينة التكنولوجية يعني ممكن نقول مثلا خلينا ناخد مثال كده مع حضرتك لو احنا روحنا العاصمة الإدارية بما فيها يعني يبقى عندك كل أنواع التكنولوجيا والواي فايز في كل حتة ويبقى عندك الشركات جنبك وعندك الأماكن الخاصة بالبنوك والدعم فأعتقد أنها تكون مكان هايل جدا الناس تقدر يعني تبدأ فيه هذا النوع من الشركات دي السؤال اللي أنا عايز أسأله وانا شايفه يعني الروح اللي موجودة في الورشة اللي احنا بنشوفه على الشاشة وضع بقى يعني مصر وهم بنتكلم هل احنا قريبين هل احنا بعاد هل احنا لسه في الأول ولا احنا عندنا برضو أفكار جديدة مش عايزة أقول كلام خلي المشاهد يقول بس يا عايزيني يطلعوا الصورة أحلى صورة والله يا فان أحلى صورة بجد احنا عندنا الشباب أفكاره فانا حاجة يعني مبهرة بمعنى الكلمة وشباب صغير في السن عنده أفكار محترمة جدا هم ينقصهم حاجة واحدة فكرة صغيرة يعني يلاقوا ان في حد واقف في ظهر الشباب في أفكار فده اللي الدولة عايزة تعمله في الفترة الحالية يعني بتقول فكر ابدع احنا وقفين في ظهرك من خلال تشريعات بدل ما انت تفتح شركتك ويحصل لك مشاكل وتضطر ان انت تخش في مشاكل يعني كل الناس ما تتجنبها لأ احنا هنقدر نزللك المواضيع دي كلها وتقدر تفتح الشركة بتاعتك وتقدر وده من ضمن الحاجات اللي احنا من ضمن التوصيات المهمة جدا ان احنا عايزين نخلق صندوق وده اللي احنا نشتغل عليه في مجلس النواب والشيوخ ان احنا عايزين يبقى فيه صندوق استثماري تابع للحكومة هو اللي كمان بيدعم الشركة النجاح يعني صندوق تابع للحكومة ويدعم الشباب ويبقى خاص بيه مشاريعهم نبقى داعي يعني ما شاء الله كمية الافكار اللي منجودة في كل وزارة لا اكيد وكمية البرامج اللي منجودة في كل وزارة مهمة جدا بس السؤال ده هي وصل الشباب ولا لأ بنسبة قدقية احنا مجدوش عاية للاناليست اللي احنا عمل للتحليل اللي احنا عملناها لا طبعا هي مش وصل كل الشباب يصغير جدا بس استاذ احمد احنا يعني انا سعيدة جدا بكمل ورش التحضرية المنتدى ان شاء الله كمان حيقدم يعني مقترحات وفيه نقاش وفيه حاجات فاعتقد انه فيه انتباه كبير جدا بنتمنى ان شاء الله بعد هذا المنتدى يكون عندنا جني لهذه الثمار بشكل كبير النائب احمد فتحي عدو مجلس النواب عن تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين بشكر حضرتك شكرا جزيلا